خطوة جديدة انتهجها العراق بالسعي لاعتماد التسليح الروسي بدلاً من الأمريكي لثقته في الصناعة الروسية والتي اعتاد عليها لعقود من الزمن هذه الخطوة تسببت في قلق الخبراء العسكريين الأمريكيين الذين يخشون خسارة سوق السلاح العراقي بحجم تبادل انتجاري يصل إلى 7 مليارات دولار وتعد ضربة خطيرة لهيبة الوحدات القتالية الأمريكية المدرعة ويبدو أن هناك توجها لتنويع مصادر أسلحة الجيش العراقي من روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية حتى لا يكون التسليح حكراً على دولة معينة وعلى مدى السنوات الماضية أبدأ ساسة العراق انتقادات واسعة لتأخر الجانب الأمريكي في تزويد قوات بلادهم بالأسلحة والعتاد خاصة خلال الحرب على تنظيم داعش عامي 2014 و2017 ووفق المعايير التي تدخل ضمن المفاضلة بين الأسلحة قد يجد العراق مواصفات عالية وخصائص مهمة مقارنة بالأسلحة الأمريكية أما من الناحية الفنية فستسمح هذه الخطوة بإنشاء جيش لا يعتمد على واشنطن في تدريب الطواقم وإرسال قطع الغيار ومعدات الصيانة ما يغير الستراتيجية العسكرية التي تخدم العراق ويحتاج السلاح الأمريكي لسنوات في توريده كما لا يسمح بإدخال الخبراء والمهندسين العراقيين في دورات لإدامة تلك الأسلحة وخاصة الدبابات فضلا عن أن واشنطن تعمل على تزويد العراق بطائرات الـ F-16 ذات الحد الأدنى من القدرة الكافية للاشتباك مع الأهداف الأرضية اشتركوا في القناة